السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا سيارة من نوع Hyundai i10 موتر 1.1 إسانس عام 2008 سيارة مشكلة دماراج على سبيل الزبون الزبون كان يمشي فيها نورمال تفاتلو طو دنكو في رجلو عندنا سيارة دياغنوستيك عندنا القينا هذلي كود تدفو عندنا 4 كود تدفو عندنا سيارة تدفو عندنا سيارة تدفو اللي يبروفوكو الاري موتر عندنا دفو P0118 ما يديرش مشكلة عاري موتر P0501 ما يديرش مشكلة عاري موتر فار كونت دفو P0336 ودفو P0727 يديرو الاري موتر نكمل وخوطي في الاناليزة وين هو الديفو اللي يخرج الول بالنسبالي اخرج الديفو P0336 وين هو الديفو 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 وهذا نتيجة على تشوه الديفو في السينال بسبب من الأسباب اخرج الديفو بسبب من الأسباب بسبب من الأسباب أو بسبب من الأسباب السينال بالبروكة بسبب من الأسباب 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 ويخرجت في الديفو وضربت دمارة في الدياغنستيك لا يوجد الديفو نجد 0 مم ويخرج الديفو P0727 فهو سينال الديفو يجب المتodor لا يجب أن نكمل لسوية الدياغنوستيك ومن ثم سوف نرى لماذا الاماس كراحت من الكنيكتور من الكنيكتور من الكنيكتور في البروكرة هل يجب أن يقرأ الاماس أو يقرأ نرمال في الوتي الدياغنوستيك يجب أن يقرأ رجيم انستابل أريد أن يقرأ الاماس كانت كونستانة ومن ثم يجب أن يقرأ الاماس كانت كونستانة هذا هو الذي يجب أن أشك في الكنيكتور في البروكرة أو يجب أن يقرأ من الكنيكتور إذا فتحت الكاش في الكنيكتور ونرأت الكاريثة هنا فتحنا الكنيكتور في الكنيكتور هذا هذا الكاؤتور لدينا مرحا مرحا يجب أن يقرأ الان مرحا لا تقرأ الان هناك من الكنيكتور هذا 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 وهي مقوانسي هنا خوتي التحت طائح هنا التحت مقوانسي ما بين لابولي وما بين الكروة الدستريبيسيون راح داير ديقة في الكروة الدستريبيسيون ورا هم اندوماجي لسيبل ولكم خوتي ان تتوقعوا لسويت ولا خوتي وهذا البولان دابري الميكانيسيان ما هوش البولان تاع السيبر موتور دوريجين اللي يحكم في البلوك راح مودي فيه على هذا خوتي الحذر كل الحذر في استعمال القطع او البلاغي الاصلية او المناسبة وفقط وهذا لتجنب مثل هكذا حوادث سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته